السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على خناتكم صاحب الكرة وبسم الله والصرات والسلام على رسول الله جمهور الزمالك يهاجم ميدو بسبب دفاعه عن الأهل وخالد الغندور يصخر من جمهور الأهل وأول رد من إدارة الأهل على خطاب نادي الرجاء المرسل إلى الفيفا بشأن المشاركة في كاس العام من الأندية أستأذنك في دائرة الحلقة ونخشف أي تفاصيل لا تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان ما تنساش كمان تعمل فرو لصفحة الفيسبوك وتعمل اشتراك في قناة اليوتيوب وتفعل الجراج لأنه وصلك كل جديد النادي الأهلي وصل له خطاب رسمي من الفيفا أمس أنه هو يشارك رسميا في كاس العام من الأندية حلو والأهلي خلاص أعلن الخطاب اللي وصل الأول لاتحاد الكرة والاتحاد الكرة بدوره ووصله للنادي الأهلي وخلاص كمان اتحاد الكرة ورى الخطاب للناس كلها والموضوع بقى رسمي وذلك تطبيقا لمبدأ عدم مشاركة فرقتين من نفس البلد في كاس العام من الأندية ليه لأن نادي الوداد المغربي هيشارك بدوره ممثل لدولة المغرب بعد ما تم الاتفاق والقرار الرسمي الصادر عن الفيفا بتنظيم بطولة كاس العام من الأندية القادمة بإذن الله في المغرب فكده خلاص نادي الوداد المغربي أصبح تحول من دوره بطل دوري أبطال إفريقيا للنادي الممثل للباد المستضيف فبذلك لن يستطيع نادي الرجاء رسميا ولوائحيا وقانونيا أن يشارك في كاس العام من الأندية طبقا من اللوائح والقوانين المدرجة في الفيفا حلو كل ده ولكن هل يعني يصمت نادي الرجاء على هذا؟ لا لم يصمت نادي الرجاء وقام رئيس إدارة نادي الرجاء بإرسال خطاب رسمي للفيفا واتكلم رئيس نادي الرجاء المغربي وقال أن احنا أصدرنا خطاب رسمي للفيفا بأحقية مشاركة نادي الرجاء في كاس العام من الأندية بصفته الممثل للباد المستضيف نظرا لأن نادي الوداد المغربي هو بطل دوري أبطال إفريقيا فلذلك يجب أن يتم استثناء هذه القاعدة من اللائحة المنصوصة في الفيفا ويتم إدراجنا كممثل للباد المستضيف لأن طبعا الفائز بدوري أبطال أفريقيا من الباد المستضيف ونحن ما ننزم أن الفائز دوري أبطال أفريقيا من البلد المستضيف وأن إحنا لو كان الكاس العام الأندية في بلد تانية ما كناش يتكلمنا فطبعا الموضوع ده عامل ألأ وعامل ألبان ولكن عايز طم الجمهور الأهلي وقال لهم يعني حطوا بطنه بطي خصيفي طبعا مع كامل احترامي الجمهور الرجاء المغربي وكل المغربة حبيبنا والنادي الرجاء طبعا ولكن هذا غير رسميا وغير صحيح لوائحيا وقانونيا البند واضح عدم المشاركة لأكثر من نادي الممثل لنفس الدولة لم يتم استثناء أي قاعدة لو كان في استثناء كانوا قالوا إلا في حالة فوز النادي الممثل لنفس الدولة بيئة البطولة أو بطولة القرية ما قالوش بيبقى خلاص رسميا الأهلي هو الممثل العربي أو الافريقي لهذه البطولة تاني يا جماعة الأهلي هو الممثل الافريقي لهذه البطولة رسميا والفيفا قبل ما يرسلوا الخطاب كانوا عارفين إيه اللي هيحزن ومركزين كويس لأن كان فيه كلام إن الزمالك كمان يرسل الخطاب إنه هو فائز بآخر اتنين دوري فيدخل بس الخطاب اللي موجود على النادي ده يا جماعة فيك ما حصلش أنا عارف أنا بقول لك إيه فيك تماما إدارة الزمالك ما أرسلتش خطاب بإنه هم بطل آخر رسختين دوري الخطاب ده فيك تماما يعني كان فيه كلام إنه هم ممكن يعملوا حاجة زي كده لكن ما حصلش رسمي لكن نادي الرجاء ولا تحرك رسميا بعد كده ميدو قال إن فيه لعبة أو جيم بتتلعب على النادي الأهلي علشان يخرجوا ودخلوا الرجاء مكانه ولكن هو هيحارب لنادي الأهلي في الفيفا وهيفضل وراء الأهلي لغاية ما يخليه هو اللي يشارك أساسي أو يعني رسميا فيه موضوع كسل عالم الأندي عايز أقول لك حاجتين أول حاجة فيه على تويتر لما ميدو كتب كده فيه بعض من جمهور الزمالك هجموه قال له دفع عن حقوق الزمالك الأول اللي انت عمرك شوفت حد أهلاوي طلع بدافع عن حقوق الزمالك لما انت كراجل زمالكي ودفع عن حقوق الزمالك ولا مش عارف إيه وكان فيه جم من جمهور الزمالك عليه إنه عمل حاجة زيك الحاجة الثانية اللي عايز أقولها الجمهور الزمالك برضو مع كامل احترام الميدو أجماعة ده شو لقطة يعني هل الفيفا هتسيب كل النصوص وهتسيب كابتن محمود الخطيب وكل ممثلي النادي الأهلي والاتحاد الأفريقية والناس دي كلها ويروحوا كلهم ميدو على التريفون يقول له ميدو والنبي تعالى الأهلي يشارك ولا الرجاء يقول لهم الأهلي وميدو ازاي هيدعم موقف الأهلي في الفيفا عشان ليه معارف مفيش حاجة اسمها كده ده لوائح وقوانين فده شو لقطة أنا بس بنجز والله شو لقطة اللي هو عشان الأهلي لما يبقى خلاص في كاس العامل الأندية يقول لك أنا أول من وقف خلف الأهلي في بطولة كاس العامل الأندية وحاربت كل الحرب وكلمت كل معارفي في الفيفا ووسطهم وأنهم والنبي أمفنتينو بيه كلم محمد بيه وسيد بيه يقولوا أن الأهلي والله مصري وحبيبنا وخليه شارك كاس عامل الأندية هو الأهلي مستني ميدو يتكلم له اجعل الأهلي من أكبر أندية العالم فده كله كلام وشوه بتاع ولكن أكيد الراجل مشكور على موقفه طبعا في حاجة زي كده انه واقف ورى دهر واقف في دهر الندي مصري زي ما نطلعت مباري الحمد لله وباركة الكل الأهلوية رغم اني زمالكاوي وقلت له مجمع ألف نوم مبروك أن الأهلي يشارك وكنت معترض تماما على كلام خالد الغندور أنه هو ما كانش فرحان الأهلي يشارك وكان متداقل أعماله الأهلي وصيف والأهلي ثالث الدوري وهكذا وكنت متداقل حاجة زي كده وفروض نفرح لكل ما هو مصري وقلت لكم قبل كده الحمد لله فربنا يوفق النادي الأهلي يا رب في مشواره في كاس عامل الأندية ثم يوفق كود الأندية العربية ان شاء الله يا رب بإذن الله وبعدهم الأندية الأفريقي ف ده قصة ميدو ندخل بقى في قصة قرارة النادي الأهلي لما عرفوا أن الرجاء أرسل خطاب تم سؤالهم يا جماعة الرجاء أرسل خطاب رسمي إيه تحركاتكم الرسمية لا تعملوها قالوا لهم ولا أي حاجة إحنا ما تحركناش من الأول عشان نتحرك تاني ولا طالبنا ده الفيفا هو اللي سعى ورانا وهو اللي كلمنا وبعدت لنا خطاب رسمي إن النادي الأهلي مشارك وهو اللي قال رسميا الفيفا مش هقجر قراره لأن الفيفا هو اللي جلنا حتى إحنا مقدمناش طباب رسمي ولا اتمحكنا مثلا عشان خطر الفيفا تاخدنا لا يا باشا إحنا في مكاننا وما تحركناش مش فارق معنا الفيفا اللي كلمنا قالونا تعالى وعايز أقولك على حاجة بس مهمة دايما الفيفا هو هي بتتكلم بتفكر دايما تسويقيا في البطوات اللي هي بتعملها والنادي الأهلي مش اسم صغير اسم كبير وأكبر نادي في أفريقيا فطبيعي هيفيد بطولة كاس العامل الأندية تسويقيا إن النادي الأهلي يشارك وإن تعرفين قوة جمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا عاملة إزاي وتقريبا هي وقدة من أفضل خمس أندية في العالم تأثيرا كجمهور على السوشيال ميديا فده إن النادي الأهلي يدخل كاس العامل الأندية ده حاجة يعني في سجل الفيفا أو حاجة هتزبط تسويقيا للموضوع فعشان كده إدارة النادي الأهلي حطين في بطنهم بطيقة صيفية ننقل بقى على كابتن خالد الغندور ويعني نشوف الراجل قال إيه الراجل طلع ويعني كان زي ما تقول بيصخر أو بيشمت طبعا شمت في أفشا وشمت في غير أفشا وشمت في جمهور الآلي وصخر من جمهور الآلي وكمان من مبارح هو ما كانش هادي من ساعة ما الآلي اتعادل وعمال يتكلم ومساعة ما عارف إن النادي ده حكاس العامل الأندية قاعد يكتب كومنتات في صفحات إن مركز ثالث والأهلي الوصيف والآلي 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 زمالك بطل ومش بطل معرفش كان فيه حاجة غريبة مش فاهمة والرجل راح كاتب آآ عمر الدرديلي طبعا راح طلع وكتب بقال لك آآ عشان كنا بنقول لكم الشناو في حتة تانية بالتارية عشان الشناو داخل فيه جون والاهل يتعادل معرفش ايه سبب التارية او الصخرية يعني وطبعا خالي راح ندور طلع وتكلم وقال لك سبحان الله جمهور الاهلي او ما قالش الاهلي بقال لك ايه قال لك جمهورهم جمهورهم قاعد يشمت في محمود علاء كتير جدا ومش عارف ايه ربنا انتقم منهم وايه او يعني آآ رضلهم ظلم الراجل وخلىهم يتعدلوا خلىهم هما زي ما كانوا بيشتموا وبيشمتوا في محمود علاء يشمتوا في اللاعب بتاحهم اللي ضاع ضربة الجزائب بين الكلام على من على افشا و جمهور الاهلي طبعا انا ضد ان انت تتنمر او تشمت في اي لاعب سواء محمود علاء او افشا وضد الناس اللي شمت في محمود علاء وضد الناس اللي شمت في افشل. ولكن في الاخر كابتن الخضر انظور انت مالك يا كابتن. يا عم خلي الجمهور فحاله. انت مالك بالجمهور وتستفزه. في الاخر بتزعى اللم حد من الجمهور يا هجمك يا يا شيخ خليه في حالك. خليك في حالك يا عناق. كم مرة اقول لك خليك في حالك يا ماشا ربنا يهدينا ويهديك. كان مع اخوك امراضي في قناة صاحب وكرا وشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.